الأيام الأخيرة مع الأحداث اللي بتحصل حوالينا بقينا نسمع عن مصطلح الحرب السبرانية المصطلح ده بقى مستداول بشكل كبير جدا في الدوائر والأوساط السياسية وحتى على مستوى الشارع المصري والعربي الحرب السبرانية مصطلح تكنولوجي بدأ يظهر بشكل كبير مع التطور الكبير التكنولوجي اللي احنا بنعيشه الفكرة ان الحروب التقليدية اللي احنا عارفينها ما بقتش بيتستخدم الآن الموجهة ما بقتش موجهة مباشرة بالسلاح لكن اصبح دلوقتي فيه استخدام للانترنت واستخدام كمان للهجمات الالكترونية والسبرانية يمكن هذا معنى الهجمات السبرانية بالضبط يعني هجمات على الأنظمة الالكترونية النهاردة بنشوف يعني هجمات على شبكات البنوك الاتصالات الكمبيوتر نفسها يعني ببساطة انت ممكن تفتح حاجة قدامك تلاقي كل بياناتك ما بقتش عندك او حتى الهاكل بنلاقيه على بعض المواقع وتلاقي كل بياناتك متخدة من دول تانية ساعات ما بتبقاش بس أفراد كمان هي اللي بتقوم بالنعدة من الهجمات ببساطة ممكن من غير ما تحرك جيش تضرب بنية تحتية لدولة كاملة عن طريق الانترنت والأجهزة اللي بتدير الحياة اليومية ده يعني يمكن الجانب اللي شفناه من الهجمات السبرانية في جانب تاني شفناه من أيام في طبعاً لبنان والحدث المؤلم والمؤسف اللي حصل مبارح أو أول مبارح المشكلة كلها أنه الهجمات دي بقت كمان بتستهدف الأجهزة الاتصالات زي شفنا البيتجر وشفنا من كام ساعة كمان أجهزة لاسلكي اللي بيستخدموا أعضاء حزب الله ده كله ممكن يكون نتيجة الهجمات السبرانية وخلي الناس كتير قوي تسأل هل ممكن الهجمات دي تستهدف حاجات أكبر من كده النهاردة الناس كنتمشي بأجهزة الأجهزة دي انفجرت يعني بدون أي انذار يا محمد بجالب سنت فعلاً الأخبار اللي احنا بنشوفها وأكيد كلنا بنتابع شاشات القنوات الإخبارية اليومين اللي فاتوا ومدار في لبنان ده بيقول لنا مؤشر مهم جداً أنه الحرب ممكن تكون من خلال هجوم سبراني من خلال اختراق لبعض الأجهزة مش لازم يبقى فيه موجهة مباشرة زي ما بنعرف من الحروب التقليدية ده بيسموه كده في العلوم العسكرية حروب الجيل الرابع والجيل الخامس يعني فيه تطور في شكل الحروب بتتعامل معها الدول شوفنا ده بشكل كبير جداً كمان في الحرب الروسية الأوكرانية السنوات أو السنتين اللي فاتوا كان فيه هجمات إلكترونية كتيرة بتحصل ما بين الطرفين كتير من الدول بتعمل احتياطات أمنية كبيرة جداً لمنع أي اختراق دلوقتي التكنولوجيا جزء كبير من حياتنا ما ينفعش أبداً نستغنى عنها هي سلاح ذو حدين ممكن يبقى ليها جانب إيجابي جانب يسهل الحياة وجانب آخر مدمر وجانب فيه وجه من وجوه الحرب زي ما بنشوف الأيام اللي فاتت في لبنان أو في غيرها من أماكن أخرى في العالم الحروب السبرانية عنوان عريض جداً حيكون لفترة مستمرة معانا الفترة اللي جاية حنسمع عن هجمات أخرى في أماكن مختلفة وده مهم جداً نحن كمصر أو كدول نستفيد من البنية التكنولوجية ونحاول نحميها ونبنيها مصر كانت متقدمة في ده جداً يا بسانت يعني من عام 2014 تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن السبراني وتم إطلاق استراتيجية مهمة جداً هي الاستراتيجية الوطنية لحماية الأمن المعلوماتي وحماية البيانات للدولة المصرية وده الاستراتيجية اللي احنا ماشيين عليها لغاية 2030 إن شاء الله لازم نسأل لفسنا سؤال إزاي نقدر نوازم بين إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا لأنه فيه إيجابيات كثيرة جداً منها أنها قدر توصل العالم كله ببعض سهولة توفر المعلومات اللي انت تقدر النهاردة يعني تبحث عنها عن طريق الإنترنت تتواصل مع ناس بسهولة قربت مجتمعات كثيرة جداً من بعدها لكن النهاردة لازم كمان نتكلم عن سلبيات التكنولوجيا ولو تكلمنا عنها هنلاقي أنه إتاحة البقنات الشخصية للناس والصور الشخصية في كل مكان خلى ده يبقى فيه نوع من أنواع الخطورة على الأفراد وكمان الأنظمة والدول النهاردة لازم يكون فيه استعداد وتأمين للأنظمة الإلكترونية عشان نقدر نحمي نفسنا من أي هجمات ممكن تحصل في المستقبل السؤال هنا كان أنه عملنا إيه في مصر عشان نقدر نحمي نفسنا ونحمي بياناتنا ونحمي بلدنا من ده زي ما كان لسه محمد بيحكي أنه مصر حققت تقدم كبير قوي في مجال الأمن السبراني في الفترة الأخيرة الدولة شغالة على قدم الوساق عشان تعزز قدرتها على حماية الأنظمة والشبكات الإلكترونية من الهجمات السبرانية وأطلقت عدة مبادرات لتأمين المعلومات وحماية المؤسسات الحكومية والخاصة من التهديدات الإلكترونية ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ أكيد الدول العربية ويحفظ لبنان ويحفظ غزة ويسلم إن شاء الله في الفترة الجاية لأنه زي ما تكلمنا وقلنا أنه هي دي حروب الجيل الرابع وهي دي الحروب اللي جاية زي ما قلت يا بس أنت دور مهم للدولة المصرية استراتيجية وطنية ومجلس أعلى للأمن السبراني وكمان عايز أقول لحضراتكم خبر من يومين تدولته المواقع وخبر كويس جميل جدا بيعكس اهتمام الدولة المصرية بحماية الأمن السبراني والأمن المعلوماتي في المؤشر الدولي للأمن السبراني ده مؤشر عالمي مصر حصلت على مئة نقطة ضمن 12 دولة بتصنف من الفئة الأولى الأعلى أمانا في العالم وده بيعكس أنه قوة أي دولة في العالم اللي احنا عايشينه دلوقتي بش بس في القوة العسكرية وقوة الجيوش لكن في قوة حماية أمنها المعلوماتي وبياناتها من أي اختراق من قبل أي جهة خارجية أو أي دولة معادية فده مهم جدا أن مصر ما شاء الله حصلت على مركز متقدم في المؤشر الدولي لحماية الأمن السبراني ممكن من الحاجات الكويسة اللي كنا دائما نتكلم عنها في الفترة اللي فاتت أنك تقدر تنزل الشارع وانت حاسس بأمن وانت حاسس أن انت لو أي حد تعدي عليك أو تعدي على خصوصيتك أو حاجة بتمتلكها النهاردة فيه شرطة وديش بتحمينا كأفراد لكن كمان احنا كمان معلوماتنا وبياناتنا محمية وده الدور اللي قامت به الدولة في الفترة اللي فاتت عشان تقدر تحمي الأفراد سبرانيا كمان موسيقى